كم أسئلة وتساؤلات وعلامات استفهام وأحياناً مصحوبة بعشرات علامات التعجب قد كده هو بس احنا عم حاول قدر الإمكان نبقى محددين مركزين خلونا الأول نرحب بضفنا العزيز سيادة النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري منورنا سيادة النائب الزميل العزيز يا ربي خليك ربي نبدأ منين الحدوتة؟ لأن الحدوتة كبيرة وداسبة بص يا الحدوتة كبيرة وعايزة أول النهار مش آخر الليل وإنتوا بتصهروا لكن أنا كتبتلك بعض النقاط كده عشان بعض الخواطر يعني حلو جدا شوف بس أنت جاهز؟ جاهزين توقعنا على الله شوف على مدار ألاف السنين بلدنا مش خافي على حد أنها ماشية في التوزيع الشريط الضيق الشريط الشريط تمام كده؟ نعم النظام الحالي سلطة تنفيذية وسلطة شرعية ورقبية وإعلام وكثير من المواطنين الحياة والمؤسسات أخذوا قرار مع بعض بعد النتيجة اللي حصلت ما بعد يناير إن إحنا نحاول لابد إن إحنا نجتهد في تحسين هذا الوضع طبعا فابتدوا بالسكن العشوائي في مناطق خطرة تلا بعد كده بعض المجهودات في تحسين المناطق العشوائية الأمنة ثم ابتدينا نتكلم في مسألة طيب هنستمر كده لغاية إمتى وإزاي فابتدت تتحط العنوين تلاها القرارات من ضمن القرارات كان مسألة الإشراطات البنائية اللي حضرك أثرتها وإيه كمان وملف التصالح وإيه كمان وملف قانون 144 ل2017 مجموعة جاهد كبير الدولة الحالية دولة ما بعد دولة يونيو اجتهدت عشان تزبط هذا الإقاع طب إحنا لأيه عايزين نزبطه لأن وجدنا إن إحنا بنتكلف فلوس كتير جدا عشان نحصن أوضاع مختلة غزبا عننا لازم كدولة نتدخل فيها وإحنا ما ننزم بفيها زي إيه زي إن أنا أعمل كبري أعمل نفق بفلوس كتير جدا عشان نحل مشكلة مرور عشان أربط محور بمحور يعني طب ما ده كان من الأول يتخطى الطرق عادية بدل ما أنا أعمل أعمال صناعية وأبدأ أشتغل فيها ثم إيه كمان لقينا إن إحنا مستمرين في التعدي على الأراضي الزراعية بشكل مخيف فتحت مظلت كل هذه الوقائع ابتدت تولدت كثير من الإجتهادات الحكومية سواء كانت قوانين أو قرارات وزارية لتحسين الواضح فبالتالي إحنا ما نختلفش مع الحكومة إحنا بقى نرجع بقى برلمان بقى كل واحد بسلطاته ما نختلفش مع الحكومة حول سعيها في ضبط منظومة العمران في مصر وأنه أنا الأوان إن إحنا نخرج بره لإيه اللي حيز الشريط الضيق فده هدف مشترك ده هدف مشترك أنا أسمت المسألة للآتي التاريخ ما قبل خمسين سنة شكله عامل إزاي المراكز الاقتصادية والتنموية في مصر عاملت إزاي ثم الخمسين سنة لوحدهم كده الأخرى والخمسين سنة العشر سنين قبل 2011 شئ والعشر سنين بعد 2011 شئ آخر التقسيم ده قائم على إيه؟ على حجم ومعدلات التخطيط العمراني المشوه في بلدنا ليه بقول تخطيط عمراني؟ لأن ما هو كان فيه تخطيط عمراني طبعا فيه مخطط سراتيجي وفيه مخطط تفصيلي وفيه حيز عمراني يعني البلد ما كانتش فيه أحد لكن فيه أحد وبيعملوا الكلام ده بس كله على الورق تيجي على أرض الواقع تجد أن الحيز العمراني اللي متخطط ده هو مش موجود المخطط العمراني التفصيلي مش هقول لك السراتيجي التفصيلي كمان على الورق مش موجود سواء في المدن والمراكز والأحياء أو حتى في القرى طب ده يقول لنا إيه؟ يقول لنا إن إحنا لازم نتعلم من الإيه؟ من الناس اللي سبقتنا أنا عندي رئيس دولة رئيس الوزراء الحالي كان رئيس هيئة التخطيط العمراني ما قبل 2010 وبالتالي العقل المفكر في التخطيط العمراني شاهد على العصر ويحاول يكتهد على مدار العصور دي كلها لكن الكلام هنا أنا النهاردة لازم أقول أنا على أرض الواقع عامل إزاي؟